موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته بعدما تعرفنا على طريقة تتبيه إضافة الاسكو على إلستراتور 22 اليوم إن شاء الله سنعرفه كطريقة جيل رسم الديكات فالديكات هو كما تلاحظوا في الصور هي تقطيع جيل الكارتون أو تقطيع جيل التصميم ممكن أن تقطيع أي كارتون جيل أتي أي كارتون كما تكون وحليتها وحليتها مثلا مثلا السقالي كتكولها في لفها قادرة بشكل هذا كما ترسم في أي كارتون يكون لديكات جيدة لترسم فإن شاء الله في هذه الدورة سنتعرفه على طريقة جيل الرسم في الديكات كما تلاحظوا في الشاشة حيث أننا نحصلوا على بكية حال هات الشكل هذا كما تلاحظوا فعلى بركة الله سنبدأ نقوم بـ New File أو New Document ونقوم بـ Print ونضغط 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 ونقوم بـ ترسم ونضغط بالطبيعة بالطبيعة بالنسبة لك فعلى الأطبيعة سنقوم بـ 300 ومن الممكن أن تخدم بـ 72 أو 150 ونفقت فقط فادينا في تجربة سنقوم بـ 72 نضغط فكما تلاحظوا في هذا الديكات يعني فالكليان يأتي يعطيك العبارات ديال الباكية طول العرض الارتفاع ديال الباكية وكيعطيك مجموعة من العلومات انك باش ترسم لي الديكات اولا باش انك تقوم بتصميم يعني الديزاين ديال الباكية فعلى بركة الله ونعرفوا الطريقة باش نرسمو هاد الديكات هذا اول حاجة فالباكية جينا هي فيها يعني 82 ميلي اول حاجة نقوم بتصميمه 82 ميلي اولا نقوم بتصميمه الفيل نقوم بتصميمه اثنان نقوم بتصميمه الوسط بعد هذه نقوم بتصميمه اثنان هذا المربع الاربع تقريبا يكون اثنان الاربع كما تلاحظوا سوف افسك بتصميمه اثنان هناك نرسم مزد في ثلاثة يعني التطريقة الأخرى يعني ممكن انك ترسم هذه المربع الاول ثم قوم بتصميمه أولا من بعد لا بدش بتصميم لا بدش بتصميمه لا بدش بتصميمه لا بدش بتصميمه فهي بإصدار الوضوة سوف تقوم بإصدار الوضوء سوف تقوم بإصدار الوضوط فقط هذه الفكرة لا أستعملها حاليا فقط سوف نكمل هذه الأربعة نحيد نضيف ثم نضيف ثم نضيف ثم نضيف ثم ثم نضيف ثم نضيف ثم نضيف نرسم هذا نضيف نحتاج القضية سأخذنا نضيف 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 اضيف ونعطيه تقريبا 20 ميلي ثاني حاجة نضغط نضغط ونضغط نضغط نضغط نحاول أنه يسري ثم نضغط 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 ونضغط اضافة اضافة طول نضيف ونضيف نضيف 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 قوم نضيف 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 أبدو نرسم هذا الى اللسان الثاني من بعد ان شاء الله نرسم هذا الى اللسان كامل هنا كما ترى يكون فيه اللساق يكون اللساق و لا يتجمع بطريقة اللي سنرى من بعد ان شاء الله في الفيديوهات الى هنا كما نرسمه نرسم نفس الطريقة نرسم الى اللساق و كان فيه كسية من التحت قبل ان نرسم كان بتطلع هنا ندير ثمانين و ندير ثمانين كما تلاحظوا ثم هندي نجي هنا ما عارش بطريقة هنا ما نخدمه باربعين نشوف 40 كافية نديره 45 نديره 45 نديره 45 كما كان قسمه ثم تلاحظوا سيركل دون و سيركل دون هنجرب واحد طريقة هي الاولى ما ندرناك ما يبقى هنا فكسي يعني الحل الاخر ندير نقل كيف هذه اللقطة ثم ساهم العصر ندير ندير و ندير احتج من هنا ندير احتج ثم احتج ندير تقريبا سيكون من هنا و ندير من بعد ندير 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 ثم سيركل ثم ندير ندير طريقة لا تلاحظوا الطريقة الأخرى نقوم برسم اله نخذ نفس المجسم نجيب على الجهة نقوم بضغوات تقوم برسم نقوم برسم الهجة الطريقة التي ستجمعها الطريقة التي ستجمعها الطريقة التي ستجمعها ستجمعها الطريقة الأولى ثم نضيفها ثم نضيفها ثم نضيفها ثم نضيفها ستجمعها ثم نضيفه ثم نضيفها ثم نضيفها ثم نضيفه ثم نضيفها اعجب الامر نحن نمل فقط لأول نقوم بإمكانك ثم نكمل من الرسم للدسان الأخرى نقوم بإمكانك هنا نفس الطريقة سوف نرى شكل العبار سوف يشد سوف يكون لديه 82 80 ال نقوم بإمكانك نقوم بإمكانك ما يكون لديه ثم نرى 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 ما يكون لديه نرى 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 هذا نرى 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 نضع نضع الخمسة و نضع الخمسة و نضع الخمسة نضع هذا سوف نقسم الجزءين الجزء الأول سوف نقوم بكتونجل ونقوم بحثة البرجرة سوف نقوم بحثة 80 ثم سوف نقوم بحثة 80 سوف نقوم بحثة 80 من 45 و نقوم بتقريب 50 ثم نقوم بتقريب 55 نقوم بتقريب 55 و نقوم بتقريب 55 و نرس أهم الأيصر و نحسبه نقوم بإمكانكم 1 3 4 5 6 7 8 10 1 3 4 6 8 10 يعني يكون لي أكثر من 10 نزيد 1 3 4 5 نزيد 6 1 3 4 5 6 5 5 6 5 5 6 7 9 10 9 10 10 12 12 13 14 15 15 نقوم بإعادة نقوم بإعادة أحسن عشرة نقوم بإعادة نقوم بإعادة 5 نقوم بإعادة نقوم بإعادة نقوم بإعادة اضغط على shift وعلي يبدو هل لك اشياء ونحيدو او هذوك الخطوط اللي في الوسط بالطريقة ايجي مخصصناش ننسو اشياء خط من بعد نديرو ctrl x كما تلاحظو غير نقال الخطوط اللي في الوسط ننسو اللاير ثانية ونديرو edit الو باست ان بلايس نديرو ctrl shift v من بعد هذو الوسط اللي هما الكريزينج يعني هما اللي غادي تطور اضغطي الو الحمر اللي اعجبك ستروك سنعطيه 16 وانتوما تلاحظو معي داكاتي جانا او وجد باش اننا نضعو عليه الديزاين اللي سنخدمو عليه ان شاء الله فكان هذا الفيديو جيال اليوم كانت منع انويني الاعجاب جيالكم ونتلقو في الفيديو جيال ان شاء الله شكرا لكم متنسوش تابنوه فلا شكرا